سيدتي سادتي مساء الخير مرحبا بكم اليوم في كرايسس ففي البداية نستهل الحصة التعنى بالنشاط الوزاري والنشاط للتحضير لقمة العربية فتوجه اليوم سيد طبي وزير العدوى لحافظ الأختام إلى المملكة المغربية وسلم باسم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية يعني الدعوة الرسمية لملك محمد السادس لحضور القمة ففيه توضيح لهذه الأمور فقد استقبله من طرف سيد بوريطا والذي هو وزير خارجية المغرب فيه توضيح لأنه كانت مزايا في الناس يقول لك كيفاه الوزير يروح حتى المغرب لأننا لا نعنى علاقات ديبلوماسية مع المغرب لأننا نقاطعين العلاقات إلى خيره لازم الناس تتفهم أنه ليس أمر بين المغرب والجزائر ولكن المغرب المملكة المغربية هي عضو في الأمة العربية كما رهي فيها الجامعة العربية فيها المغرب لليغ ديزي طارب لمروك في بارتي في الجامعة العربية وفالي هذا يعني الأمور في التحذير تلزم على الجزائر أنها هي لتوجه الدعوات لكل الرؤاسة العرب والمولوك إلى خيره للحضور الدعوة هذا من ديبلوماسية الجامعة العربية أو في كل يعني حتى في أوروبا لما يكون اختلاف بين حتى ولكن نزوج دول ما عندهم مش علاقات للأتحاد الأوروبي شوية يعني باش نوضحه ولكن في الأمم المتحدة فيه الحضور في الجمعية العامة لكل الدول حتى الدول اللي ما يشمع بعضها بعض متفهمة ولكن يحتاجوا أنهم يكونوا في طاولة واحدة ننك هذا للتوضيح فسلمت الدعوة رسميا إلى الملك محمد ساس ملك المملكة المغربية شيء آخر تكلمنا في الحصة الأخيرة لما كان معي خابير في المخابرات الاستراتيجية تكلمنا على الشيء اللي سيحق في أوروبا ولكن قبل ما نطرق لهذا الشيء نزيد نكمل مع النشاط الديبلوماسي فالناطق الرسمية للخارجية الروسية تكلمت اليوم على التمرين المشترك اللي ستقوم به الجزائر مع روسيا في نوفمبر في ناحية حاما غير ميدان التدريب في حاما غير هذا التمرين المشترك التام التأوصل على مواجهة أو محاربة إرهاب فاتكلمة الناطق الرسمية لأننا فيه لاباكم لريزو سوسيو في حاما غير ريف الحدود الجنوبية الغربية للجزائر فهذا يكون مجهة ضد بلد آخر فهذا التمرين كما درنا التمرين في المدة الأخيرة في الواجهة البحرية ناحية العسكرية الخامسة في جيجل مع القوات البحرية تحميل التدريب مع الاتحاد أو مع روسيا فهذا التمرين هذه الدخلة في إطار التحديل القتالي للقوات. والتبادل الخبرات بين دولتين. حتى روسيا عندها تجربة في محاربة الإرهاب. وشفنا وصرة في روسيا وفي تشتينيا. تتحكي اليوم في تبادل الخبرات. وخاصة لما يكون الميدان. كما الميدان على الصحراء. فالعمل التاكتيكي في محاربة مثل هذا الأفاوة والإرهاب. يطلب تاكتيك آخر. إمكانية أخرى إلى خيره. فالمناورة هذه ستتجرى في الجزائر. بين جيشين. الجيش الروسي والجيش الجزائري في شهر نوفمبر. شيء آخر. كلمنا مع الخبر في المخابرات الاستراتيجية. شيء الذي سيحصل في أوروبا. شيء الذي سيحصل في أوروبا. أننا شفنا وتكلمنا عن فلفل هذه القناة. هذه وقلنا بالانتخابات إيطاليا. ستخرج بنتيجة التي لا ترضيش الجميع. لأن تكون في صالح اليمين المتطرف. الإكسترام دروات. فيه تحالف بين ثلاث أحزاب اليمين المتطرف. ففزت بالانتخابات سيدة إيطاليا. فهذه سيدة من... كلمنا تحالف بين ثلاث أحزاب اليمين المتطرف. كلمنا تحالف بين ثلاث أحزاب اليمين المتطرف. كلمنا تحالف بين ثلاث أحزاب اليمين المتطرف. هذا الكلام أو الديسكور في الحملات الانتخابية. لماذا اليوم سبحت في أوروبا عندها جدوة؟ لأن الحرب الروسية الأوكرانية أو الروسية مع الولايات المتحدة. لأن الحرب الحقيقية بين روسيا والاتحاد والولايات المتحدة. فمن يعني الكوز أو الكونسيكونس دوستة غير دوستة كريز. يعني الشي اللي خلق وينجم من هذه الأزمة اللي رهي بين روسيا وأمريكا. أن أمريكا دفعت الأوروبيين إلى اتخاذ بعض القرارات. اللي هي أولا في تلاعب حتى في القرارات. لأن القرارات تقيدت. ولكن كان بقاو بعض الدول الأوروبية. أنها ما زالت تاجر مع روسيا. فهذه السياسة التي تبانها هي قرارات اللي يدلوها في الشاشات. ويهضروا عليها في الله. ولكن يوجد نوتر ديبلوماسي كيسو تيران اللي ما زالوا متواصلين بها. فالشيء اللي نجب. الناتج من هذا الشيء. أنه يعني فيه تضخم. يعني إن فلاصة من أوروبا. المواد الأساسية أغلات. الطاقة مكاش. لانسلمو غلات مكاش. يابا. سكو دوني لاريسي. نباباتر يعني ما تنجمش بين عشية وضوحها. أنك تعطي الشيء اللي كانت تتمدو روسيا. الأوروبا قادر بلد آخر أنه يخلف روسيا. من المستحيل. من المستحيل. لأنه مصدر الأول في العالم كانت روسيا. فالشيء هذا التعطيق والتضخم. واتشار من المستحيل في خلال الغبز على حول sanctions في حلوق المستحيل. يعني 30% من المستحيل المستحيلين في خلال الغبز. الإسلاميين أنهم ينتهزوا الفرصة على المزارة للشعب لأن يفرضوا نفسهم كوسيلة الحل لعيشها خير من اللي عايشينها لأنه ليس تقترحها أنه عندما تخرج على الإميغراء و تخرج... لأنه لا يوجد أن يكون هناك مرينة لأبنة ساعتد من الإسلامية لعيشتركة نقصة الانتحاد الأمم لا ألا اتحاد الژوال الأوروبية Una جهد من الأمر أولى تستمر في منطقة ناتي لأنه هذا الوقت يتعلم على نقص تجارب ونطقة الحالة وجدت من التدليم السعب الأوروبية ليسوا الإسلاميين لأن الدولة كثير من الأمر الأوروبية وفرنسا يجب أن يخففوا الضغط على الشعوب التحام ببعض البتئة 30 أو 40 سنتيم من حتى الآن. لأنهم لم يكنوا متوقعين وهذا هو الخطأ في الاستراتيجية الأوروبية والاستراتيجية الأمريكية. كانوا دارين وقت بالدعم التحام والعقوبات الاقتصادية على روسيا أن روسيا تتاح في الأرض بعد شهر وشهر ونص. ولكن فتنة ستشهر الحرب ما زالت قائمة. والأيام اللي رهي جاية وكنت نشوف في تصريح روسيا اليوم أن الحرب اللي رهي جاية في أوكرانيا ستكون خطيرة جدا لأن من بعد الانتخابات تعد دونباسك فروسيا تتكلم عن دفاع أراضيها. ما بقىش في العملية العملية الخاصة الأوبراسون سبيسيال تحبس خلاص سيطرح سيطرح يدخلوا الروسيا فيصبح الأمر بالدفاع عن الروسيا. فلهذا فيه اليوم تجنيد تجنيد الموباليزاون بارسيال تلتمية وخمسين ألف مجند. فيه أسلحة التي لم تستعملها روسيا قادرة تستعملها الدفاعاً عن الأراضي الروسية. لأن الريبيبليك يدخلوا مع روسيا. يصبح أراضي روسيا. فلهذا الأمور تتطور واليمين المتطرف سينتعش في أوروبا. في كل مرة أخرى في كل مرة أخرى في أوروبا توقعوا أن العيشة يتغلى والشعب ينظر ويرجع يتطرف. فلهذا التطرف أو اليمين المتطرف تكون عنده مستقبل كبير في أوروبا نتيجة للأزمة روسيا مع الولايات المتحدة. هذه من التوقعات لكل الناس تبعوا ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والتطورات التي هي قادرة تكون لأن الحرب لا يجب أن يكون مكملا ونحن أن يكون الحصير مرتفع في إخد لقراء العقوبات قد تشهر العقوبات ويغفدون من قوات إران في العامة من سنة وكفة الأخرى لذلك يمكنك تجمع النزارة وإذا كانوا سملاً لفرق لتجمع النزارة فينزويل العقوبة كوبا ملا تساعد نزارة العقوبة وزيد وزيد وزيد. شخصياً أنه يجب أن تكون في طاولة حوار. الانترى استراتيجيك دولاريوسي. الشيء الذي يهم روسيا أن الحلف القطلسي لا يتوسع. كما كانوا مقررون بعد نزعنا الجدار إلى برلين. تكلموا عن انفتاح الاتحاد السوفيتي. فكان فيه مبدأ أن الحلف الأطلسي لا يتوسع للحدود الروسية. ولكن المشكلة اليوم أن أوكرانيا، السويد، طلبوا الانضمام إلى الحلف. هذا كله يهدد الأمن العالمي. فنتمنى أن يوجد حل لهذه الأزمة. الاحترام لكل الحدود تعد الدول. ولكن إذا تطورت الأمور فلا يكون عالم تتطور للأجيال التي ستجد. لأن الحرب ليس قائمة في أمريكا. الحرب هي قائمة في أوروبا. لأمريكا أن الدولار البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وشارل الثالث. في التغيير للعملة أو الأوراق النقذية بريطانيا. الثالثة الثالثة والثالثة الأزمة الأوكرانية والنقص في الطاقة. فجعلت أن بريطانيا اليوم لأول مرة في التاريخ الباوند. قيمته بريطانيا دولار. لأن أمريكا تشهد تضخم ويشهد تضخم. ولكن لا تنظر لأن ناتجة للطاقة. عندها اقتصاد قاوي. لأمريكا لا تنظر. هذه معلومات صحيحة. في أمريكا حتى العمل والشغل التي تتقلل بخدمة لأن لا تصبح لدي العاملات مع هذه كريزة بعد كوفيد والأزمة لذلك كان يستفاد من هذه الأزمة. ولكن أوروبا هي الخاصرة الكبيرة في هذه الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة. التحليل الخاص نتمنى أن التحليل يكون صحيح حتى لا نغلط. ولكن مفهومنا لأننا اليوم متضررين. الحمد لله في الجزائر. كل شيء لا تقصنع. حتى لا نقول لأن الدولة الجزائرية وضعها كل إمكانيات لتضخم لا يضرر الجزائريين. لأن إذا كانت الدولة البكري يدعم بـ 20 دينار لأن المارشيد والإنرجية المونديال ستين بورس. لذلك اليوم يدعم بـ 50 أو 60 دينار. لذلك زادت في التدعيب لذلك المواطن لا ينضرر هذه. يجب أن نفهمها. في الخبز في ذلك. لذلك لجمع هذه التهريب وخزن وستوكي لنجمع المشاكل الكبيرة في العالم. لهذا اليوم تضام مطلوب من جزائريين حتى نخرج برأسنا مرفوع من هذه الأزمة العالمية. شيء آخر الذي أحب أن أتكلم عليه. وهو أن المغرب في المرحلة الأخيرة لم يكن لديه ديبلوماسية. لم يكن لديه ديبلوماسية في المغرب. ستين بوند كما صارتنا في هذه السنوات. ستين بوند دو كوبان طعمة صالح. التي تتحكم في القصر الملكي وفي القرارات السياسية وفي الديبلوماسية. حتى الديبلوماسية لم يكن لديه ديبلوماسية فعالة بنشاط ديبلوماسية حقيقي. بأدلة إلى أخيره. ولكن لديه ديبلوماسية لديه ديبلوماسية الكذب. كانت فيه غلطة في كينيا. أنا نتويت خرج الرئيس الكني لا يستعرفش بالسحلق الغربية. داروا لي التغريدة. وقيل أشرا وديباش في قال يجور نوتا العالم. لا يستعرف بإمكاننا أنه يقولون الرئيس الكني أما المصحفين فرنسي يعني ما اسمه وحدركم. بعد كتابة عثم رئيس 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 والموصف رائس رائس روال رائس رائع 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الموقف في كينيا هو موقف الأمم المتحدة والموقف على الأمم المتحدة لأن قضية السحراء الغربية هي قضية مجدولة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار فمطروحة كقضية تصفية الاستعمار فلهذا كنبعثة أممية يسمونها من يرسو باش تحقق على الميدان تنظيم تقرير المصير ريفيروندوم تقرير المصير للسحراء الغربية كنبعثة أممية كنبعثة أممية أخرى أن هناك تريد أن يكون هناك تحقق كل يوم يفتحون بعد أن يتسرب من السفارة في داكار يجب أن يشترق أيضا أن يشترق الانتقال بالدرهم كبار لأن يقضية السحراء الغربية يقضية السفارة شراءوا الدمام باش يعودوا للاتحاد الأفريقي منذ 2016 ناس سياسيين يطرحوا المشكلة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كنبعثة أمام المشكلة أو تصريح أو تصريح هو إعتراف لأن كنتم معهم كنتم معهم كنتم الوزير الأول وأحزاب الحزب الإسلامي الأوصولي في المغرب وزهر البيض عنها أصبح يتحكموا فيه دي ناركوترا فيكو. هذا اعتراف عالي لأنه مفاجأة. نحن من بكريع لأن المغرب عنده غير دروق. غير دروق. نشفنا المشاكل الاجتماعية لريساريا في المجتمع المغربي. أطفال صغار إلى خيره. ولكن المغرب يهدد حتى السلم في أوروبا. في منطقة المغرب العربي. في المنطقة العربية. في إفريقيا. ستتصبح ننديستري. سبعة صناعة. كان الملك رحمه الله حسن ثاني. كان بدأ في إنتاج المخضرات. ولده تطورها رجحة ننديستري. صناعة بمعنى الكلمة. يسي لبروني. يدخل درهم للمغزن. سيلا دروق. يدخل دروق. في المنطقة يدخل في المنطقة يدخل أورتغا. هناك مقارنة مع محمد سيس أو أورتغان. كما تتحدثون في المعارضة لكي تتحدثون من المعارضة لكي تتحدثون. لأنه يصدر كارتل في مكسيكوكا ، يوجد تعاون الدولي لإيقاف الناس لكي لا يضرر المجتمعات. ولكني أصدر كارتل في مجتمع. فلسلت تطبيقينه وليس جدًا فلسلت تحديد وليس جدًا فلسلت تحديد وليس جدًا فهل يتحدي في أرض ويتم تحديد والأسفل وليس جدًا ويقول لك الصحافة انتهت لأن هناك عالم الاستفاهم. لأن هناك حاجة لا يوجد ماء ماء. لا يوجد دخان في النار. أفراد من العرش الملكي تستويلوا على الأرض كون ساكنين هذا العرش لإمكانهم توريستيك في المنطقة التي يبقى في البحر. وحاولوا عائلات بهم وحاولوا أن ترى أين تذهب. هذا الفيديو. هذا التصرف لأن الأيام القادمة ستكون أصعب على الشعب المغربي. نظرًا لأن المغرب لا يوجد أينيرجي. لا يوجد طاقة لا يوجد صناعة كبيرة. حتى المصانع الأوروبية التي كانت لأن نغير المعامل ونضعهم في المغرب لأن اليد العاملة بطل. لا يوجد أينيرجي التي كانت تذهب من الجزائر لكي يعملوا لذينة التحم. لذلك العمار كانت أينيرجي. الزيت يزيد والسماد يزيد. طارت لهم خبزة ونحن نقوم بحق معي. نحن نقوم بحق بحق أينيرجي. نحن نقوم بحق بحق للقناة. كاليد من في المتحدة في المتحدة في المتحدة في هذا المتحدة. سيداتي ساداتي شكرنا لكم على اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.